ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله تفاجأ بجتة بشرية تعود لشاب في التلاتينيات من عمره ليربط الاتصال برجال الأمن الذين حلوا بالمكان وتمت معاينة الجتة والتعرف على صاحبها والسناد للمعطيات ذاتها فإن الهالك كان قد أنهى عقوبة حبسية وخرج من السجن قبل 24 ساعة فقط من وفاته حيث من المرجح أن يكون قد تعرض لضربات قاتلة على مستوى عنقه بواسطة آلة حادة من طرف شخص آخر يجري البحث عنه هذا وتم نقل جتة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتم فتح تحقيق النأل الوقوف على ظروف ملابسات الواقعة